السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروهان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة رياضيات لسنة الأولى ومتوسط سأترك لكم هذا النموذج جهزة تباعه في صندوق الوصف على شكسور وعلى شكله PDF إذا نبدأ بالتمنين الأول قال أنجز القسم العشرية للعدد 87.6 على 4 إذا في الاختبار هذا 100% ستكون السؤال الأول ولا التمنين الأول سيكون على القسم العشرية أو القسمة الإقليدية ثم نكتب المساواة الموافقة لها واحتمال أن يكون سؤال أيضا عن المدور أو القيمة التقريبية للوحدة بالزيادة أو بالنقصة إذا نبدأ بالقسمة العشرية قال 87.6 قسمة 4 إذا لدينا 8 قسمه على 4 وتساوي 2 الآن مع عملية عكسية عملية تضرب 2 في 4 تساوي 8 بعدما يطحنا جد 0 الآن ننزل العدد 7 7 قسمة 4 نجد 1 الآن 1 في 4 تساوي 4 بعد عملية طرحنا جد 3 الآن هناك فاصلة إذا ننزل الفاصلة لكن نضعها في الحاصل ما نكتبوش الفاصلة هنا الفاصلة ننزلها لكن نكتبوها في الحاصل ثم ننزل العدد الموالي وهو 6 36 36 قسمة 4 وتساوي 9 الآن 9 في 4 تساوي 36 بعد عملية طرحنا جد 0 إذا النتيجة هي 21.9 مفهوم؟ إذا نكتب 87.6 قسمة 4 نديرو تساوي إذا كان قيمة نهائية بصحي لا بقالنا الباقي دايما وكتبنا ثلاث أعداد ولا أربع عدد بعد الفاصلة نكتبوه تساوي بالتقرين الآن لدينا 21.9 مفهوم؟ الآن مع الجزء الثاني قال أنجز القسمة الإقليدية كي نقولوا قسمة إقليدية معنها ما نكتبوهش بالفاصلة مهما يكون الباقي لتوقفه للعدد 498 على 8 إذا نكتب 498 قسمة 8 إذا دائما أخذ عدد واحد نقسمه على عدد واحد أربع قسمة 8 لا نستطيع إذا نأخذ الرقم الثاني 49 قسمة 8 وتساوي 6 لماذا؟ 6 في 8 تساوي 48 بعد عملية طحنا جد واحد الآن ماذا نفعل؟ ننزل العدد الموالي وهو 8 18 قسمة 8 وتساوي 2 2 في 8 تساوي 16 إذا بعد عملية طحنا جد 2 هل نواصل؟ لا لن نضع الفاصلة ونواصل في القسمة وإنما نتوقف هنا لأنها قسمة إقليدية ثم قال ثم أكتب المساوات الموافقة لها نكتب المساوات الموافقة لها معنى نكتب العدد المقسوم يساوي دائما المقسوم عليه ضرب حاصل القسمة زائد الباقي دائما نكتب العدد المقسوم يساوي المقسوم عليه ضرب حاصل القسمة زائد الباقي دائما بهذا الشكل بهذا السهم بنفس الترتيب المقسوم يساوي المقسوم عليه ضرب حاصل القسمة زائد الباقي إذا كان الباقي 0 ما نكتبوش زائد 0 نفهم؟ نجعو تقريبا ل المدور كنقولو المدور إلى الوحدة اكتب المدور إلى الوحدة معنى 21.9 نكتبوه إلى الوحدة معنى ما نكتبوش بلا فاصلة نكتبو عدد فيه وحدات وعشرات إلى غير ذلك كنقولنا المدور إلى الجزء من عشرة معنى رقم واحد بعد الفاصلة إلى غير ذلك كنقولنا المدور إلى الوحدة معنى بالتقريب إلى الوحدة هنا يهو 21 نكتبوه 21 لكن هنا بعد الفاصلة راح أكبر من 5 معنى نزيد هنا 1 كنكون أقل من 5 معنى راح أقرب إلى العدد الذي قبله مفهوم؟ إذن هنا 21.9 لما نقريب قريب الـ 21 ولنقضي قريب الـ 22 قريب الـ 22 إذن هنا نقول المدور إلى الوحدة هو 22 نفهوم؟ كنقول لنا القيمة المقربة للوحدة معنى عندنا غير وحدات فصاعدا للوحدة بالزيادة كنقول بالزيادة معنى أن نزيده في الفواصل هنا عندنا وحدات مثلا هنا عندنا 21.9 كنقول لنا بالزيادة معنى هذا نحوهم ونزيدوا للوحدات لأنه أطلب مننا الوحدة معنى أن نزيدوا للوحدة دائما كنقول لنا القيمة المقربة للوحدة بالزيادة نزيدوا للوحدة كنقول لنا بالنقصان كنقول لنا بالنقصان ما نقصوش في الوحدات نقصوش في الأجزاء نفهوم؟ ثم قال هل العدد 498 يقبل القسمة على 9 قلنا القابلية القسمة على 9 معنى العدد يكون مجموع أرقامه من مضاعفة 9 ولا تقبل القسمة على 9 نشوفوا 9 زائد 8 17 زائد 4 21 21 و 21 لا يقبل القسمة على 9 لأن مجموع أعداده ولا مجموع أرقامه لا يقبل القسمة على 9 نقول هل جلنا سؤال هل العدد يقبل القسمة على 9 نقول لا العدد 498 لا يقبل القسمة على 9 قال لماذا؟ لأن مجموع أرقامه ليس من مضاعفات 9 فهم ثم مع الثمانين الثاني حول الزوايا قال أرسم زاوية عطانا الاسم التحلي هي XOB قلنا دايما لي في الوسط هو رأس الزاوية قيسها 60 درجة إذا نجيب نحتاج من قلة قال أرسم زاوية XOB قيسها 60 درجة أول شيء نرسم ذلع واحد نديرو نقطة اللي هو رأس الزاوية نديرو نصف نديرو نصف خط مستقيم نصف مستقيم بهذا الشكل وهذه نسموها الرأس الزاوية الرأس الزاوية اللي سماها O ما يهمش نديرو في الاتجاه هذا ولا في الاتجاه هذا أي اتيجاه مهم نديرو الرأس O ونديرو هنا من جهة X قال قيسها 60 درجة معناه نديرو قيسها 60 درجة ونرسمو الظلع الثاني اللي هو B O B كيف نخدمو بالمقالة نديرو رأس ولهذا الزاوية نديروها في الرأس الزاوية هذا الجزء الأول الجزء الثاني يكون الصفر منطابق مع الخط ما نقدر نديروه بهذا الشكل نديرو الزاوية في النقطة والصفر يكون منطابق لأن هنا عندنا صفر وعندنا 180 من هنا نبدو نبدو من الصفر عندنا صفر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون إذن ستون تنطبق مع 120 في الاتجاه المقابل إذن هنا نعينو نقطة ونرسمو هذه لذلع الثاني هذا الزاوية قيسها 60 درجة وهذا كسموه نسموه B إذن عندنا X O B قيسها 60 درجة ثم قال أرسم زاوية أخرى B O Y إذن هنا عندنا نفس الظلع B O وزادنا الظلع وحدة أخر Y لكن قال قيسها 140 درجة إذن نفس الشيء قلنا هذا الزاوية نديروها في الرأس الزاوية الصفر ينطابق مع ال B مع المستقيم O B ونرسموه وشحال 140 درجة نشوفو 140 إذن هنا صفر 20 30 40 إلى غاية 140 إذن هنا 140 درجة ثم نصل رأس الزاوية بالنقطة إذن هذه الزاوية اللي هي B O Y هذه الزاوية قيسها شحال 140 درجة ثم قال أرسم زاوية مستقيمة إذن هنا قالنا زاوية مستقيمة اللي هي A O X A O X الأور هنا والإكس هنا والأور نديروه قال زاوية مستقيمة معنى نفس المستقيم مع O X إذن نحاول نطول المستقيم فقط إذن ها هنا عندنا زاوية كاملة تعمل أو 80 درجة سموها A فهم إذن نقال إستنتاج قيس الزاوية Y O A إذن قالنا إحسبوا لي والذين ديروا إستنتاج قيس هذه الزاوية إذن هنا اشتر نحسبه هنا عندنا 140 وعندنا 60 هذه كامل نحسبها ونقص لها هذه إذن باش نحسب هذه نحسب هذه كامل ونقص لها الزاوية المستقيمة تبقى لنا هذه إذن واش نديروه نديروه الزاوية 140 زاوية 60 إذن حسبنا هذه زاوية هذه ثم النقص منها 180 النقص منها الزاوية المستقيمة إذن عندنا 140 زاوية 60 تساوي 200 ناقص 180 إذن ستساوي 20 إذن الزاوية قلنا X عفوا زاوية A O Y خيسوها 20 درجة مفهوم ثم مع 80 الثاني ثقال إليك الشكل المقابل أحسب محيط الشكل وأحسب مساحته إذن عندنا الشكل معين وفي هنا دائرة الركز جيدا مع الدائرة وهي دائرة كاملة هل هي نصف لا بل هي ثلاثة أجزاء معنى ثلاثة على ربعة ولا دائرة كاملة النقص منها ربعة مفهوم لأن قال أحسب المحيط بس نحسب المحيط معنى نحسب الجدال الخارجي هذا إذن هنا نعرف ه عندنا من هذا الجانب من إلى غاية هنا 14 متر هنا 8 هنا 12 بقي نحسب المحيط تح هذا 6 كاملة إذن أول شي نقسم نحسب حساب ندير حساب محيط الشكل أول شي نحسب محيط الدائرة كاملة إذن هنا نصف القطر عندنا ثلاثة متر معنى القطر عندنا 6 القطر عندنا 6 إذن P لهو محيط الدائرة ماذا يسوي محيط الدائرة يسوي P ضرب D P ضرب D إذن P سيسوي P دايما هو 3.14 ديش حال ديقنا ثلاثة زي ثلاثة معنى 6 إذن حسب 6 في إذن عمنا 3.14 ضرب 6 إذن 6 في 4 تساوي 24 6 في 1 6 زي 2 8 6 في 3 تساوي 18 إذن الفاصلة جاءت بعد عددان إذن دير الفاصلة 18 18 إذن P يساوي 18 18 84 18 18 84 ماذا الوحدة نفس الوحدة هي متر إذن هنا عندنا محيط الضائرة كاملة لكن نقسم جزء من 4 معناه هذا نقسمه ب انتاع جزء من الدائرة لنقل محيط جزء ولا ثلاثة أجزاء من الدائرة معناه نضرب في 3 ونقسمه على 4 معناه 18 فاصل 84 ضرب 3 على 4 دايما نديروه الضرب ضرب 3 على 4 دايما كيكون عندنا كسر العدد هذا نضرب ه في البسط ونقسمه على المقام إذن 18 فاصل 84 نضرب ثلاثة ونقسمه على 4 14 فاصل 13 إذن هذا هو المحيط ثلاثة أجزاء من الدائرة إذن كتب محيط الشكل ولي يكون A مثال أشدرنا B نكتب A ماذا تساو قلنا 8 زائد 14 زائد 12 زائد محيط 34 دائرة ما سأخبر نحن زائد 14 فاصل 13 بعد الجمع نجد 48 فاصل 13 ماذا متر إذن محيط الشكل يساوي 48 فاصل 13 إذن نكتم محيط الشكل هو 48 فاصل 13 متر الآن نحسب الميساح قلنا الميساح لازم نقسم الأشكال إلى أجزاء معروفة كيف نقسمها إذن هنا عندنا ثلاثة متر إذن هذا نشوف بهذا مستطيل نكمله بنقاط متقطعة ولا بلون مغاير إذن هنا نقسم به هذا الشكل ندر هذا S1 هذا S2 وهذا S3 معنا الجزء ذات أربعة من الضائرة هو ثلاثة إذن هنا شحال هنا ثلاث متر أيضا هنا ثلاث متر هنا كم ينقول هنا كامل ثمانية معنا من خمسة تبقى من خمسة متر هنا أيضا 14 متر إذن لدينا مستطيل الشكل طوله 14 متر وعرضه ثلاث متر الآن نقوم بحساب المساحة مساحة كل شكل على حدة إذن نقوم حساب مساحة الشكل ولتكن أس لأن حسب مساحة المستطيل ولتكن أس وحد إذن هنا أس وحد ستساوي مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض معنا 14 ضرب ثلاثة إذن أس وحد 14 ضرب ثلاثة تساوي 30 40 42 إذن 42 ماذا 42 متر مربح 42 متر مربح إذن هذه المساحة المستطيل الآن مساحة المثلث القائم المثلث القائم ولتكن أس ثنين إذن مساحة المثلث مثل المستطيل أو المربح الظلع ضرب الظلع إذن أس ثنين قلنا الظلع تعز الزوايا القائمة إذن هذا الظلع ضرب هذا الظلع هذا الظلع هو 5 ضرب 11 إذن هنا 11 مشي 14 لأننا قمنا بطرح هذا الجزء إذن نقسم هذا الجزء إذن هنا عندنا 11 ضرب 5 إذن هنا عندنا 11 ضرب 5 إذن أس ماذا تساوي أس تساوي 55 ماذا 55 متر مربح لكن نقسمه على 2 لماذا قلنا المثلث ما هو كمال مربع مستطيل هو نصف مستطيل أو نصف مربع معنا نقسمه على 2 إذن أس ماذا تساوي تساوي 27 5 متر مربح الآن حزب مساحة الدائرة مساحة 3 على 4 من الدائرة ولتكن S3 إذن قلنا S3 ماذا تساوي قلنا مساحة الدائرة تساوي P ضرب A ضرب A ضرب ضرب A ضرب A ضرب 3 على 4 لأن قلنا ثلاثة أجزاء وليست الدائرة كاملة إذن P هو 3 فاصل 14 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 على 4 إذن تساوي بالتقريب 21 فاصل 2 ماذا متر مربح إذن هذه مساحة 3 4 الدائرة إذن المساحة كلية S ماذا تساوي S1 زائد S2 زائد S3 إذن S1 قلنا هي 42 زائد 27 فاصل 5 زائد 21 فاصل 2 قلنا بالتقريب ندير هنا بالتقريب وتساوي 90 فاصل 7 ماذا متر مربح إذن المساحة الكلية للشكل هو 90 فاصل 7 متر مربح مفهوم؟ وضعية الإدماجية قال المدخول الشهري لموظف هو 40 ألف دينار يصرف هذا الموظف من مدخوله 3 على 8 في الكراء ويصرف ويصرف منه 1 على 5 1 على 5 للكهرباء والماء ويصرف مبلغ 9000 دينار في أمور متنوعة قال احسب المبلغ الكل الذي يصرفه الموظف إذن باش نحسب المبلغ الذي يصرفه الموظف أعطينا كسر إذن أول شي نحسب حال يصرف الكراء إذن نحسب حساب المبلغ المصروف الذي يصرفه أول شي نحسب الكراء حساب مبلغ الكراء قلنا الكراء كم يدفع يدفع 3 على 8 معناها المبلغ الذي وللمدخول الشهري 40 ألف دايما نضربه في البسط ونقسمه على المقام دايما نضربه في البسط ونقسمه على المقام إذن 40 ألف ضرب 3 قسمة 8 وتساوي 15 ألف وتساوي 15 ألف ماذا؟ دينار إذن نقول مبلغ الكراء هو 15 ألف دينار جزائري إذن هذا الجزء الأول قال أيضا ويصرف منه 1 على 5 للكهرباء حساب كلفة الكهرباء إذن الكهرباء قلنا دايما نحسب المبلغ المبلغ المدخول الشهري تعلموا الظف ضرب قلنا الخمس معناه ضرب واحد ونقسمه على خمسة وتساوي 8 ألف دينار إذن كلفة الكهرباء هي 8 ألف دينار جزائري هذه كلفة الثانية وكلفة الثالثة هي أمور متنوعة قلنا 9 ألف ومصرفات متنوعة قال لنا 9 ألف هذه ما ننسوه الآن قال أحسب المبلغ الكل الذي يصرفه الموظف إذن قلنا المبلغ الكل الذي يصرفه الموظف هو معنا هنا الجمع إذن يصرف 15 ألف ويصرف 8 ألف للكهرباء ويصرف 9 ألف في أمور أخرى إذن 15 زائد 8 زائد 9 ألف ماذا تسوي 9 زائد 8 تسوي 17 ألف معنا 32 ألف هو مصرف الموظف إذن 32 ألف دينار جزائي قال إذا كان هذا الموظف يدخر ما بقي له إذن شحال قالوا إذن هو يصرف 32 ألف ومدخوله الشهري هو 40 ألف إذن المبلغ المتبقي في الشهر هو معناه 40 ألف ناقص 32 ألف وتسوي 8 ألاف دينار في الشهر قال ما هو المبلغ الذي يدخره في ثلاث سنوات إذن السنة شحال فيها من شهر فيها 12 ثلاث سنوات شحال فيها من شهر فيها 36 شهر معناه ندير 8 ألاف ضرب 36 شهر إذن وتساوي 288 ألفا وتساوي 288 ألفا في ثلاث سنوات إذن نقول المبلغ المدخر خلال ثلاث سنوات هو 288 ألف ماذا دينار جزائري مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تانا دينها اليوم أتركهم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة